الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الصدق شعار الأنبياء والصالحين تأمل إلى خير خلق الله أجمعين إلى النبيين شعارهم هو الصدق بل هو الزينة التي زينهم الله بها في القرآن حينما أن يمتدح هؤلاء القوم الكرام قال جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي قال رب العالمين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وفي شأن الهدية المعظمة للغليل إبراهيم لما سلم بعقيدته من عبادة الأوثان قال جل وعلا ووهبنا له إسحاق ويعقوبا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا قال جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبيا أما عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كان شعاره في قومه ولقبه الصادق الأمين ولذلك يناد الله على عباده المؤمنين ليلحقهم بهذا الطريق القويم بطريق الأنبياء والصالحين فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكيف لا والصدق سلم الجنة درجات الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فبداية طريق الجنة هو الصدق ولا يقف فضله عند هذا الحد بل يرفع صاحبه في الدرجات ولذلك أكمل الحديث ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ما علاقة الصديق بالدرجات اقرأ الآيات قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بالصدق ترافق الأنبياء وتكون في أعلى الدرجات بعض الناس يستهن بالصدق ويظن أنه كلام عادي صدقا كان أو كذبا لا يتحرى في هذا ولا في ذلك بعض الناس عاشوا على الكذب وما علموا أنهم بذلك يدمرون إيمانهم وقبل كل ذلك يدمرون ثقة الغير فيهم ولذلك كثير من الناس في تلك الأيام لا يثقون في بعضهم البعض وعلى رأسهم الآباء والأبناء ابن ما رأى من الأب ولا الأم صدقا أترى هناك ثقة وفوق كل هذا يتناقض الصدق أو يتناقض الكذب مع الإيمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا فيه بعض الجب قال نعم أيكون بخيلا قال نعم أيكون كذبا قال لا قمة المناقضة ما بينهما ما بين هذا وذاك تحرى الصدق وتمسك به تكون من الناجين وتكون من المفلحين تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كن كالقليل إبراهيم وكن كالصادق الأمين مع أصحابه ومع أعدائه فلقب بالصادق الأمين قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عبد الله بن عامر يخبرنا وهو صغير والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيتهم قال فدعتني أمي وقالت تعال أعطك كما تقول الكثير من الأمهات تعال أعطك وتخدع ابنها وقبل أن تخدعه فإنما كسرت الثقة التي بينه وبينها فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال لها ماذا أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا قال أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة كم من الكذب يضاف إلينا وهو يناقد الإيمان فنفقد الراحة والسكون والاستقرار ونقول بعد كل هذا ما هذا الحال ننظر في أقوالنا قبل أفعالنا وفي أحوالنا ترى إن أرضينا أربنا أرضانا ووفقنا إن صدق اللسان فإنما يدل على صدق الإيمان أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الصادقين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر